يا ترى هي ايه علاقة كلمة الشغل بالطاقة لو فكرتوا كده كويس اول حاجة هتيجي على ذهنكو المهام والانشطة اللي بنعملها وبنقول على بعض منها انها شغل واللي علشان تحصل دايما بتكون محتاجة لطاقة طب يا ترى ايه العلاقة بين الشغل والطاقة والقوة لو تفتكروا احنا قلنا ان اي جسم علشان يتحرك تاني لو انا عايز احرك الجسم ده فانا محتاج اقصر عليه بقوة يا اما قوة دفع القدام كده يا اما قوة سحب الورا كده وعشان تقدر تدينه القوة دي هتحتاج يكون عندك ايه جواك هتحتاج يكون عندك طاقة زي مثلا لما بتبقى ماشي على الطريق وتشوف حد عربيته وقفت عشان تبدأ تتحرك تاني محتاجة قوة تحركها وساعتها الشخص ده هينزل من العربية وهيبدأ يزق العربية جسمه هيستخدم كل الطاقة اللي موجودة جواه علشان يخليه يقدر يحرك العربية القدام احي بقى مقدار الطاقة اللي استخدمها الشخص لو نجحت انها تحرك العربية نقدر نقول ساعتها ان دي شغل شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن اشتركوا في القناة